وإليكم الجدول الزمني تفصيلاً على النحو التالي إن شاء الله بعد إلقاء تفاصيل الجدول هيتم نشره على كافة وسائل التواصل الخاصة بالهيئة تلقي طلبات الترشح يومياً ساعة تسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهراً إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر 23 تلقي اعتراضات المترشحين من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال يومي 17 و18 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 21 أكتوبر اختار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة 9 صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال يومي 23 و24 البت في التظلمات والاختار بها يوم 26 أكتوبر تقديم التعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 27 و28 أكتوبر فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها منتعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر اختيار المترشحين للرموز وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضاً هو آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 نوفمبر توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة 12 صباحاً 29 نوفمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة التصحة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم 8 ديسمبر 23 الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحاً وحتى التاسعة مساءاً خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر لللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع واعلان الحصر العددي يوم 13 ديسمبر تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر اعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر يوم 18 ديسمبر استقناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية يوم 19 ديسمبر فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 حتى 30 ديسمبر 23 وبالتالي فأن كل الإجراءات السابقة هتكون خلال عام 23 أما الإجراءات التالية فستتم خلال عام 24 إن شاء الله توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 24 انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الخامس والسادس والسابع من يناير توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير 24 انتخاب الإعادة في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا أيام الثامن والتاسع والعاشر من يناير انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع واعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير 24 تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 24 البدت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 13 و14 يناير إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير وبالتالي فإن كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستنتهي قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقا للدستور ستنتهي